أبتا ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجازر أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشاينز وأجريت مرسم الاستقبال الرسمي للضيف الإسباني والوفد المرافقة له ويقوم رئيس الوزراء الإسباني بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين وذلك على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ومثل كبرى شركات الإسبانية ومن المقرر أن يترأس مدبولي وسانشايز اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني فضلا عن جلسة المباحثات موسعة بحضور الوفد الرسمي لكل البلدين كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية شارك منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سفير أسامة عبدالخالق في دورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الضمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وأشار في كلمته خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووية والتي تشكل معادة عدم انتشار الأسلحة النووية فيها حجر الزاوية واستمرار عدم تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط على الرغم من كونه جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأضاف منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن نجاح أعمال دورة ثانية من المؤتمر من شأنه الانعكاس إيجابيا بالشكل عام على فرص نجاح مؤتمر المراجعة المقبل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومؤكدا أهمية استكمال هذا المصار حتى يحقق هدفه المنشود والمتمثل في إنشاء المنطقة الخالية وفقا لقرار عام 1995 وخطة عمل لمؤتمر المراجعة لعام 2010 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 639 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعافيا من الفيروس إلى 297 536 حالة وفي بيانها اليومية أوضح التوزارة الصحة أنه تم تسجيل 949 حالة إصابة جديدة و62 حالة وفاة شهدت الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الدولة التونسية قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن مؤكدا على مواصلة العمل بنفس العزيمة والاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربص بتونس ولا تحقيق أمال الشعب وخلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوج أكد الرئيس التونسي أن الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة موضحا أن كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم أعلنت الشرطة السودانية رصد بعد الخروقات للمتظاهرين المتمثلة في تخطي الحاجز الأمني بشارع القصر والتعدي على قسم الأوسط أم درمان وفي بيان النشر وتلفزيون السودانية أكدت الشرطة أنها قامت بواجبها واحترمت السلمية وحق التعبير للمواطنين بتأمين المسيرات مؤكدة استخدامها الحد الأدنى من القوة باستخدام الغاز المسيل للدموع وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات وسط المواطنين أثناء تدافع وحالات اختناق أعلنت الشرطة الأمريكية مقتر ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي ستة آخرين في إطلاق نار في مدرسة سنوية أوكتفورد العامة بولاية ميشيجان وقالت الشرطة أنه فور وقوع إطلاق النار توجهت دوريات الشرطة وفرق الأسعاف إلى الموقع مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به الرئيسي ورياضيا يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم في الثالثة عصر اليوم مشواره ببطولة كأس العرب بمواجهة نظيره اللبناني ضمن منافسات المجموعة الرابعة للبطولة وأكد الموديل الفني للفراعين البرتغالي كارلوس كيروش جهزية جميع اللعبين لخوض مباراة اليوم وأضف كيروش أن المنتخب يضم عناصر جديدة لا تقلع مستوى عن المحترفين خارج مصر الذين سيغيبون عن صفوف الفريق في هذه البطولة التي استعد لها المنتخب جيدا ويهدف من خلال مشاركته فيها للفوز باللقبها ختم مجزء التاسعة ونرجع مرة أخرى إلى حسام جمال لاستكمال باقي فقرات صباح خليا بص ذي نفسك رأك شكراً جزيلاً